اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه كلها افواح الاقتصاد العالمي اللي ماشي في المستوى واللي حتى هو في غرقود جينا من بعد دون خص نحركوا لما شين خص العمل يعني الناس خصتنا التخدم خص السياحة تفتح خص يعني الحمامات يتفتحوا القهوة يتفتحوا كل شي يشتغل يعني لو زينات عاود يرجعوا التقة ترجع لان التقة هي يعني القلب ديال ديال المعادلة ذو كشتغلنا على هاتش بلي بدينا كنشتغلوه الحمد لله انه بدينا مو بكير وبانه مشين في واحد يعني في واحد الديناميك اللي هي كانت جد ايجابية هاد الديناميك واحد العدد ديال الدول اللي مشات فيها احتها هي مشات فيها و اللي كنومي الاقتصاد سخن في العالم سخن يعني نو كان راكد ودو جور لان دما كل شي بري كومون دي كل شي خصو يعني السلعة كل شي هذا بك ولا زحام على التنسبور الانترنسيونال والأتمين اطلعت بوق دخلنا في لازون واحد لازون دانسياتيوتود اللي هي الانفلسيون اللي هي مستوردة ماشي مغربية زيد على هذا انه من بعد ما جاء هذا الانفلسيون وجاءت الحرب ديال ديال أوكرانيا اللي يعني واحد العدلات ديال المواد بالخصوص تاقة يعني الشرب ولا القزوال ولا السيريال كان واحد لانباكت كبير عليهم ديال التمن لأنه مشينا الأتمين اللي هي خيالية يعني في المستوى العالمي زيد على هذا انه وهذا شي ديالله سبحانه وتعالى ديالسنين ديال الجفاف سي لزني اللي 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 هو مصعب يعني في يعني في التاريخ ديال بلدنا اللي قليلة فيهم الشتاو هاتشي العقلت واحد شونتو ما أغلبية شبان ولكن واحد لوقت كانت واحد الجفاف ديال خمس سنين وست سنين وكان الحسن تاني اللاحم وعمل واحد واحد لدي سكور اللي كين بفير على الاشكالية اللي كانت وكننا في واحد المحلة اللي يصعيب بزع احنا هذيك النسبة هذيك المحلة ديال الجفاف احنا اليوم اكتر اكتر من هذيك هذيك المحلة ولكن الحمد الله يعني بلادنا تلمو تطور تلمو يعني ولت يعني في السكتور ومناش كتشتغل والدينامية كينة انه كتشتغل بحي الاسمته ان تصروا انه اليوم اليوم مع هذي المشاكل النسلي كيسكنوا في الدار البيضاء ولا روضات ما عندكم مشكل كتدخلوا كتلقوا لما في الدار كتلقوا ما ديال لادوش ولا لما باش تغسل ولا لما باش تطيب ولا لما باش تشرب كين يعني لكو تمال حكومة قامت واحد الواجب ديالها ديال تقريبا بين سبعة شهور تسعة شهور عملت واحد الاستثمار باش تحول الماء من سبو الارباط باش هذك الماء ديال الارباط حتى ويوصل للضل البيضاء ما يكون الماء لا في الرباط ولا في الضل البيضاء اليوم وتصروا هذي كتسكينة كلها يعني ما عندهاش الماء باش يعني باش تعيش وباش تشتغل وفين غادي الاستثمارات اللي كان خساد داف واحد الميادين اخرى ما تعملت شي سبعة المليار ديال ديال استثمار باش نجيبو الماء باش نتير ونديرو ديك لطور ديال الماء باش نجيبو اذا اشكاليات اللي لقينا اللي هي كبيرة واللي وجهنا وجهنا انه الغالة دخلنا مليار ديال دولار باش سعر يعني على السيدة اللي في الدار ديال ه ولي كتاخ تاكسي ولي كتاخ توبيس باش ما يتلعش على هو كل غزوال التمان ديال وطلع اه اعطينا بور ريزان تخم في المواد المنتوجة الفلاحية لك شي لك يدخلو باش يقدروا ينتجو مطيش ويدير بصلا ويدير هذا وزميتو عطيناهم امكانيات دعم كبير ديال تقريبا في سنتين وكذلك ديال العلف ديال الحيوانات الى لازم عطي ديال سنتين رابين من يار ونص وشوش المليار ديال الدولار اللي تعطت كدعم الفلاحة باش يبقوا الاتمنة اللي هي مستقرة الى عقل تورا كان واحد الاتمنة في الاحية كانت تطلع عدنا اجتماعات مع الناس الفلاحة وعطيناهم امكانيات هاتش كله باش يعني امكانيات لي هي كبيرة باش تبقى الامو مستقرة داخل